عرص جديد ودراما جديدة اليوتيوبرز بشكل واعي بقرروا يعملوا من حياتهم شخصية وأعراسهم والإفنت الحلوة تبعيتهم كونتنت للمتابعين لأنه هذا الشي بيجيب مشاهدات بعدين بيستغربوا لما بيصير دراما عن جد وبتقاتلوا العالم اليوم القصة بين بيسان إسماعيل مضغوط وغيس مروان كل القصة بلا شلت لما بيسان راحت على العرص وما سمحوا لا تدخل وعملت هاي الستوري جماعة الكل عم يسألني عن اللوك لما شخصي يقول يا جماعة الكل عم يسألني عن اللوك هذا الشي هو تسليم للمسئولية إنه أنا ما بدي أعمل هاي الستوري بس الكل طلب مني أعملها فرازم أحكي أي شي بينتج عن هاي الستوري أنا مالي علاقة فيه المهم بيسان بتقول إنه هي شافت غيس وصارة قبل فترة وعزموها على العرص وراحت مع اثنين من رفقاتها بس لما وصلت على العرص ما سمحوا لتدخل ورفقاتها دخلوا وبعدين بتنهي بهاي الجملة الشخصين اللي معي فاتوا وأنا ما دخلت بعد شوي بيجيني التليفون من جوا إنه أنا ممنوع أدخل بالاسم ما وعرف ليش بعدين منكتشف إنه هي بتعرف ليش وسبب هو سارة ليش هي هون مقررت تدق لغيس مروان رح نعرف بعدين بقية هي نزلت هاي الستوري بنفس وقت العرص يعني ما استنيت لبين ما يخلص عبود جعبري حكي شغلة عن جد واقعية بخصوص هاي القصة لسه قرب العرص قدين برؤسوه هي طالة أدب تعد تعمل دراما عليهم وزيك يا بنتي هذا عرصهم إنتي حتى لو إنتي مايك حق يمكن مايك حق بس ما تحكي عنهم يوم عرصهم ما تعملونهم دراما ليش تفكسي فرحتهم هذا يوم عرصهم بعد ثلاثة أيام يفكسيها خلص نكون فرح وخلصوا وروحي نكدي عليهم سماهم أول غلط صار إنه بيسان عاملي علاقة برا سوشل مع متابعينا يعني علاقة غير صحية وإنه هنه على أساس رفقات هي ومتابعينا بس هاتش ما له حقيقي الأخير أنت كصانع محتوى وظيفتك بالحياة إنك تعمل محتوى غلط إنه أنت تعتبر كل المتابعينك هنه مثل رفقاتك أو عائلتك وتعود تحكي لهم كل شي بيصير معه قبل ما تحكي مع الطرف يلي هو عن جد جوا القصة بعد ما بيسان نزلت هاي الستوري أخته الغيس مروان مصخرت عليها ونزلت هاي الستوري لا تحكي لا تحكي وعم تقول إنه أنت ما عندك دعوة فما ما بتقدري تدخلي هلا الستوري اللي نزلتها بيسان قدت إنه عدد كبير من العالم صاروا يهاجموا غيس وسارة وشون منعتوها تدخل بعد ما عزمتوها لأنه الموقف عن جدي اللي صار بيسان بشيع إنه أنت تجي ومنزل ستوريات من الصباح إنه رح تجي بعدين تجي على الحفلة ما يسمحوا لك تدخل وكل رفقات عك يدخلوا أهم قدت هذا الشي إنه صار في توضيح للقصة من قبل غيس مروان على إيتي بالعربي لا والله ما كانت معزونا بس إنه مش لسبب شخصي بس إنه مرة مرة طلعنا عنه بيسان متغدينا ومطلعنا كجروب وما بتذكر هذا الشي صار كتير ناس قالوا إنه هذا السبب ما له حقيقي لأنه في كتير ناس نعزموا على العرس بس إنه ما كانوا صحبه كتير مع غيس والعرس كان فيه كتير يوتيوبرز وبيسان يوتيوبر كبيرة ولا يمكن تجاهلة وخصوص إنه هي قبل فترة كانت معهن بنفس الوقت فيه شي بعكس حكي له لغيس إنه هن بحياتهم ما نزلوا إنه بيسان نزلت ستوري من فيديو قبل ثلاث سنوات وقد كان بيسان وغيس سوا وإنه هن نازلين وحاكين من قبل فهم بلشت الناس تحلل إنه معناتها سارة عندها مشكلة مع بيسان فيه شغلة تانية مهمة بيقول لغيس لو كان مع كرت دعوة أكيد السيكوريتي كان حدخله هذا شي أكيد فهو عم يقول إنه الدليل إنه هي ما مع زومة إنه هي ما مع كرت دعوة لأنه لو كان مع كرت دعوة كان دخل السيكوريتي فهذا شي فهموا الناس إنه أوكي بنعرف إنه أنت ما عطيتها كرت دعوة بس عزمتها ولا لا وهون غيس بيعمل شي ليوضح أكتر بيقول إنه لم يتم مع زومة بيسان لا شفاهيا ولا عن طريق المزح ولا حتى بحفلة نور يعني قال من الأخير إنه أنا ما عزمتها لبيسان بأي طريقة من الطرق وبعد ما حكا هيك قال إنه هي رح تطلع ترجع تحكي وتكذب وتقول شغلات ما لحقيقية وعم يقول إنه هاد آخر رد بالنسبة إله وبيقول لها مبروك إنه أنت عم تطلعي تريند ع حسابي يلا تركيني أم بسط بزواجي فهذا الشي كان ضروري من غيس لأنه كانت ناس عم تهاجمه وهو طلع بصورة كتير بشعة إنه الشي بشع إنه أنت تعزم شخص وبالأخير ما تسمح له يدخل بالمقابلة غيس بيقول شغلة تانية بتلمح إنه بيسان بس عم تعمل هاد الشي مشان التريند أو المشاهدات ولو كانت حابة تدخل وبدون ما يصير هالقصة وتكبر كان فيها تتصل لي أو تتصل لسارة أو تتصل لأي حدا من قرابع أو لأصحابي وتقول لهم إنه ما عم بيدخلوني على الباب لأن ما معي كرت الدعوة وأكيد أنا حدخرها معقول دخل سوريا ثلاثين متابع أنا مستدعيون وما دخل بيسان بس كل هاد الحكي تم نفيهم من بيسان أنا مستحيل أروح على مكان ما أكون معزومة عليه أنا شفت غيس وسارة قبل بكم يوم من أرسن بمناسبة معينة التقاني وأنا طبعا مو أول مرة بلتقي بي غيس أنا غيس بعرفه من شي ثلاثة سنين بلتقاني وصورنا مرة فيديو على قناته هو بيعرف عزموني متل ما عزموا كتير ناس هناك على الحفلة هلأ نحن قد نعرف إنه هنين عن جد طالعين من قبل وبيعرفوا بعض هاي نقطة لصالح بيسان إنه عكس حكي غيس إنه عم يقول ما نطالعين من قبل أو شي بس في هاي الكلمة هاي الجملة بتوضح شغلتين الشغلة الأولى إنه هي عن جد ما عندها رسمية والشغلة الثانية إنه هنين عن جد عزموا ناس بنفس الطريقة اللي عزموها لبيسان وهي بتعرف إنه في ناس ما كان عندهم البيعرفة بس دخلوا على العرس نظامي بس عن طريق إنه هنين عزموها بهذه المناسبة فمعناتها في شي بيفصل بين بيسان وبين الناس اللي عن جد عزموها بهذه المناسبة وقدروا يدخلوا على العرس وهلأ رح نعرف شو هو وبعدين شايفت سارة هي وأبوها نازل وصلنا مع بعض ليش ما أعرفت لها سارة؟ أنا هاد المضيقني إنه إنه بيومي بيوم العرس اللي هو اليوم الأكتر شي أنا مطربش فيه وعاجق حالي فيه واللي هو يوم الوحيد لح يصير بحياتي تطلع تحكي عني بالسوشيل ميديا تعالي تصنيلي إليلي أنا عتباني عليك أنت ما فوق ما دخلتني على الحفلة أنا بقلك معيوني تفضلي غيس بيقول لأيتي بالعربي إنه بيسان قابلت سارة ليش ما بيسان قلت لها سارة دخليني على العرس؟ بس بيسان عندها سبب بصراحة ما عكحة أنا شفتها فعلياً بس أنا ما كنت حابة بجيبها السيرة بشان ما أزيها وما بدي يقول إنه هي بالذات اللي رفضت دخولي على الحفلة وهي بالأصل عملت ستوري وقالت بعدين بعد شوي بيجيني التليفون من جوة إنه أنا ممنوع أدخل بالاسم موارف لاش بيسان ما لأ شخص غبي وهي بتعرف إنه هذا التلميح ممكن ينفهم بطريقة كتير بشعة والناس رح تضلع متبح بيش على السبب هلا هي لما نزلت هذا الشي يمكن كانت متدايقة ويمكن كان معها حق إنه تشكي همة لمتابعينها اليوتيوبر لما ينفصل عن الواقع بصير بحكي مع متابعينه كأنه هن عيلته وبيشكيلهم همه وبتوقع إنه تجي السلامة النفسية منهم قربت هي سلمت على الأشخاص اللي معي وأنا عملت حالة مو شايفتني تماماً صرت ناديلة سارة سارة طلعت فيني بهالطريقة بهالطريقة بالضبط أنا هون عرفت وفهمت إنه أنا مش برحب فيني بهالحفلة هون بيجيني الاتصال بيقلوا لي إنه سارة بالذات هي اللي ما بدي إياك تدخلي على الحفلة فهون بالنسبة للبيسان كان في مفترق طرق إذا هي دقت لغيز فإذا الشي عم يدوس على كرامته إنه بعد ما أهي شافت إنه هي مالا مرغوبة بالحفلة كمان فوق منها تدق لغيز وتقول له دخلني حتى لو أنا مالي مرغوبة ودي أدخل على العرس وأشوف شلون سارة عبطل علي تطلع عمامني حاطول العرس لأ أسهل لي إنه بنزل ستوري وباخد هذا الشعور الحلو من المتابعين والناس عن طريق الدعم النفسي اللي رح أدمو لي مع العلم إنه أنا بعرف إنه هاد شي رح يجي معه عواقب إنه أنا لو مواسقة من عزيمتكم إلي كما نزلت من الصبح ستوريات إنه أنا بتجهز صار كل العالم تعرف إنه بيسان هتكون متواجدة بالحفلة هاد الشي ممكن ينقرى بطريقتين هي عن جد واثقة من عزيمة غيس و سارة ونزلت هاتول الستوريات ولما انحطت بهذا الموقف اللي ما نقبلت فيه تدخل على العرس نزلت ستوري عم تشكي بس طريقة تانية اللي بنفهم فيها إنه هي عن جد ما كانت معزومة أو معزومة بشكل بسيط بس ما له أكيد وقررت تنزل كل هاتول الستوريات وتجهيزات وخلاص شان تفرجيهم لسارة وغيس إنه طلعوا أنا بتحضر إذا بتكون تمنعوني منعوني هلأ ما تمنعوني بعدين مثل تنبيه غير مباشر إنه ستصبح مشكلة كبيرة إذا أنا جيت على العرس وعند جد ما سمحتوا لي إدخل بس سارة وغيس كان عندهم سبب أهم ومنعوها تدخل أوكي لا نصطرد أنتم إنكم عزمتوني أو خجلتوا وكيفر كان فيكم بكل بساطة تبعتوني ميسج بأي حجة كانت وأنا سأتقبل بس مو تستنوني أوصل على باب الحفلة والعالم كلها تعرف إنه حكومة واجهة بعدين ما يشوفوني بالحفلة وتصير بالبلات وتحليلات وتصير فيه تلطيشات حكي اللي إنتوا قرردي مجاهزين إنه طلط شوها الجواب تبع الحق عمين بيطلع بس من المحادثة اللي عن جد صارت بين سارة وغيس وبيسان لما عن جد هنن عزموها أو ما عزموها على العرس بكل بساطة لو هنن عزمين الموقف بشيع بحقه أما لو هنن ما عزموها فالحق علي بعدين كان فيك تطلع بوجهك على ستوري وترد مثل العادة يعني ما كانت بالضرورة أنه تروح لعند قنات وتستعين برفيئك المقرب لحتى يصف معك وما يسمع من الطرفين هذا شي نوعاً بتفهمه ما بحث إنه إيتيب العربي عملوا معه موقف منيح لأنه أول شي هنا ما تواصلوا معه بس تواصلوا مع الطرف الثاني اللي هو غيس واخته ونوعاً ما الفيديو كان مصاغ بطريقة بتفرج إنه بيسان مكان معه حق بهذا الشيء مثلاً وبما إنه إيتيب العربي كان حاضر بها اليوم شفنا التجديد من قبل الأمن للتأكد من إنه كل شخص عنده الدعوة واسطة من العريس أو العروس والموضوع كان يتكرر كل مرة مع أي شخص حتى لو طلع برق قاعة الحفل نحن إيتيب العربي كنا موجودين والشغلة ما لا علاقة بس ببيسان كان كل الضيف عم يصير معه نفس الشيء وهن عبدوا يدخلوا لأنه هن معهم انفتيشن بس بيسان ما مع انفتيشن بس بيسان ما مع انفتيشن رح طلبوا عليها حسناً 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 ما ضل أوتيل ما رحنا عليه ما حد قبل اللي يستقبلنا قال لازم ندفع فلوس عشان نقوم بالأوتيل مع انه كنت جاهز يعني حتى هاي بانطلوني بس بس نحكي شغلة انه وقيل كفوري انت انسان عظيم طبعاً إذا في حدا ما فهمت شيء مصخرة على بيسان انه هي قالت انه ما خلوني ادخل على العرس فهو عم يقول ما خلوني ادخل على الفندق قال لازم يكون معي مصاري لانه انت ما معك مصاري وبيحكي على البنطلون انه هي قالت على الفسطان برأيي هاي الحركة ما كانت حلوة من غيس لحد هلا كل الرياكشنز تبعيته كانت عم تفرجي انه هو واعي اكتر عم يريد بطريقة مباشرة عم يقول نحن ما عزمناها وهيك القصة بس هون صار الشغلة شوي فيها مسخرة او قلة احترام وهذا شيء كتير ناس قالته بس بنفس الوقت هدف غيس هون انه يعبر عن شغلات ما كان بقدر يقولها بشكل احترافي بعدين بيسألوا سؤال انه الفندق ناشر انك شفت المدير وسلمت عليه اصدا انه انه هي شافت سارة وسلمت عليها فليش ما حكيت معها ليش نزلت ستوري هادش يبين انه هي بدي مشاهدات بيقولون بيقللون انه قصة طويلة ما بعرف شو هي رح اسأل امي وراجعكم عم يلمح انه بيسان امه بتقلها شو تعمل بعدين بنزل هاي ستوري اه نفسي ادخل بشلتكم وصير واحدة منكم عشان ترتفع الفيوز عندي وعندكم ولانك سحبت علي رح ايجي على فندقكم وسوي دراما ما الاني بالنسبة الي هاد النقاش هو اكثر نقاش ماله منطقي بالحيات انه يوتيوبر يتم انتقاده او يصير مشكلة يقوم اول شي يحكي انه انت عب تحكي هادشي مشان مشاهدات مشان تطلع على كتافي مشان تفيد من اسمي الشخص المشهور مبصير حدا يحكي بشكل علني انه هو عمل شي ما منيح معه ليش لانه هادشي معناته انه سبب الوحيد انه الشخص التاني بهمه المشاهدات وغيره طلع اسمي واغلب الناس يلي بينتقدوا افعال ناس تانيين الناس تانيين بيجوا بيقولوا انه هدول الناس بس بدهم يطلعوا عليهم شهرتهم يحصنوا حالهم ضد المشكلة الرئيسية ويوجهوا الاهتمام لشي تاني وبالحقيقة انه هذا النقاش يلي الناس بتقوله بيعبر اكثر عن الشخص يلي عن جد يتم انتقاده لانه بيفرجي انه الشي الوحيد يلي بفكر فيه هذا الشخص هو المشاهدات ما عم بيفكر بالمشكلة الرئيسية يلي يتم نقضه عليها لما انا عملت فيديو على العيلة اللي عم تعمل شي ممنح مع ابنة وهمنا يردوا انه اه في واحد عم يطلع علينا او عم يستفيد من اسمنا هنا عم بيفرجوا انه بهموا المشاهدات اكثر من ابنهم شوفوا انا ما كنت بدي حكي من الموضوع عشان ما ايزي صاحب الفندق بس يعني صاحب الفندق شافني وقالي نقلع قالي ممنوع تفوت سوري قالي ممنوع تفوت سوري مص يوم عرصي بنفس وقت الانعب احتفل فيه مع مرتي المستقبلية رح تدايق ورح نوعا ما يصير عندي انه انت خربت لي هاي اللحظة الحلوة بس هادش ما بيعني انه هاي الحركة اللي هو عملة مالها جاية من نفس المحل يلي جاية منه سوري بيسان انه نوعا ما عن والداني اذا انت معترف انه بيسان عملت شي ولد وبس بدا تجيب فيوز انت هلا نوعا ما عملت نفس الشي بالاول كان ردك فيو نضج واحترام اكتر بهاد الفيديو انا ما بعرف الحقيقة لانه الحقيقة هي عن جد مخباية عندنا كلاياتنا هي بتدور بين الشي اللي صار بين غيس و سارا و بيسان باليوم يلي عم تحكي فيو بيسان انه هنين عزموا ولا لا وانا بس حللت الشغلات يلي شفتها فانا رامي عبدالحي بشوفكم فيديو الجاي حبايبي